أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2023 لتحديد الشروط والحالات التي لا يعد فيها مجرد وجود شخص طبيعي في دولة الإمارات العربية المتحدة سببا لأن تصبح للشخص غير المقيم الشركة الأجنبية منشأة دائمة في الدولة لأغراض ضريبة الشركات وذلك في حال كان وجوده مؤقتا بسبب ظروف استثنائية غير متوقعة وليست لديه أي نية البقاء في الدولة بمجرد انتهاء هذه الظروف ويفصل القرار حالات الوجود المؤقت والاستثنائي في الدولة وتلك ذات الطابع العام والخاصة ويهدف توفير المزيد من وضوح ومنع التهرب والازدواج الضريبي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وفي سياق القرارات التنظيمية المرتبطة بضريبة الشركات أصدرت الوزارة والقرار الوزاري والذي ينص على ضرورة إعداد الأشخاص الخاضعين للضريبة ممن تتجاوز إيراداتهم خمسين مليون درهم والأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها ممن تتجاوز إيراداتهم خمسين مدققة والاحتفاظ بها